بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمي الكهربية كيم 233 نواصل في الوحدة التاسعة معادلة نيرنست والسلسلة الكهروكيميائية ونتحدث في هذا الدرس عن التوازن الثيرموديناميكي في الخلايا الجالفانية الخلية عبارة عن قطبين موصلين ببعضهما بحيث تسري الإلكترونات كما ذكرنا سابقا من القطب الأخفض جهد اختزال يعني الأند إلى القطب زو الجهد الأعلى وتحسب جهود الخلايا القياسية من خلال هذا القانون جهد الخلية يساوي جهد الكاثود ناقص جهد الأند عندما نوصل القطبين مع بعضهما البعض تبدأ الإلكترونات مباشرة في السريان من الأند إلى الكاثود لكن جهد الخلية تدريجيا بمرور الزمن ينخفض يعني إذا كان جهد الخلية في البداية مثلا واحد فاصل واحد إذا قسنا جهد الخلية بعد نصف ساعة من الممكن أن نجد واحد بعد ساعتين نجد قل ووصل مثلا إلى ثمانية من عشرة وهكذا إلى أن نصل مرحلة يتوقف سريان الإلكترونات نتيجة لعدم وجود أي فرق في الجهد بين القطبين وتكون الخلية بذلك قد وصلت إلى حالة التوازن الثيرموديناميكي وتوصف بأنها منهكة أو ميتة إذن هذه هي حالة التوازن الثيرموديناميكي عندما يتوقف سريان الإلكترونات نتيجة لتساوي جهدي الأند والكثب لكن كيف نحسب جهد الخلية في هذه الحالة؟ جهد الخلية عموما يحسب بواسط معادلة نيرنس جهد الخلية يساوي جهد الخلية القياسي ناقص R ثابت الغاز ضرب T درجة الحرارة المطلقة تكسيم N عدد الإلكترونات F ثابت فردي لين كيسي حيث كيسي هو ثابت الاتزان الطاقة الحرة تحددها معادلة فاند هوف لكن عند الاتزان فإن جهد الخلية القياسي يساوي صفراً لأنه لا يوجد أي سريان الإلكترونات لأن جهد الأند يساوي جهد الكاثود عند الاتزان وكذلك دلتا جي نود تساوي صفر لماذا؟ لأنه دلتا جي نود تساوي ماينس ان اف اي نود إذا كان اي نود صفر إذن دلتا جي نود صفر عندئذ تتحول معادلة نيرنس إلى هذه الصيغة لماذا؟ لأنه جهد الخلية القياسي يساوي صفر بالتالي جهد الخلية يساوي ماينس رتي على ان اف لين كي سي إذا أخذنا مثال على هذا القانون أحسب ثابت التوازن للتفاعل التالي عند خمسة وعشرين درجة مئوية التفاعل معطى لحل هذا السؤال نكتب التفاعل بطريقة نصفي الخلية نصف الاختزال واحد ونصف الاكسدا واحد كتبنا التفاعل بطريقة نصفي التفاعل الزينك تحدث له عملية اكسدا لأن شحنته قد ازدادت من صفر إلى موجب 2 بينما حدثت له عملية اختزال لأنه اكتسب الالكترونات والجهود موجودة في السلسلة الكهروكيميائية إذن الخطوة الأولى حساب جهد الخلية القياسي من خلال هذا القانون جهد الكاثودماغس جهد الأند الآن هذا هو جهد الخلية ومن خلال جهد الخلية نستطيع أن نحسب ثابت الاتزال كيسي بالتطبيق المباشر في هذا القانون جهد الخلية حسبناه في الخطوة الأولى R ثابت الغاز 8.314 درجة الحرارة معطاه 25 درجة مئوية زائد 273 تتحول إلى 298 درجة وتكسيم 2 2 هي عدد الإلكترونات ضرب 9600 هي ثابت فردي لين كيسي بذلك يمكن بسهولة حل هذه المسألة وتكون قيمة ثابت الاتزال 7.33 ضرب 10 مرفوع للقوة 34 إذا استخدمنا هذا القانون أيضا يمكن حل هذه المسألة وسوف تتحصل على نفس الإجابة بهذا ينتهي الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربية 233 في دروس لاحظة